أكد نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل أهمية دور شركاء التنمية في بعض المشروعات وخلال بحثه مع مسؤولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي أفضل آليات التمويل لبعض المشروعات القومية بالتعاون مع شركاء التنمية أكد إسماعيل على أهمية الدور الذي ساهم فيه شركاء التنمية من خلال الآليات التمولية المختلفة خاصة في تمويل المعدات الكهروميكانيكية كما أكد نائب وزير الإسكان أن الدولة ماضية في توطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية اللازمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي